موسيقى هل تتقاع سامريكا في انقاذ راهينها لدى داعش؟ استئناف الحوار بين الحوثيين والقوى السياسية وسط هروب دبلوماسي كبير قانون الامتثال الضريبي فاتكة يفتك بالامريكيين العاملين بالخارج ما هي طرق التغلب على امراض القلب لدى النساء؟ هذه ابرز الموضوعات التي سنتناولها في هذه الجولة دعونا بدءا نقف مع اخر واهم الاخبار حتى الساعة قائد القوات المسلحة الاردنية يزور بغداد لاجراء محادثات حول الحرب ضد داعش موسيقى الجيش السوري يتقدم جنوبا بالتعاون مع حزب الله وإيران موسيقى البرلمانان الليبيان المتنازعان يجريان محادثات برعاية الامم المتحدة موسيقى روحاني يعتبر دور طهران ضروريا لاستقرار الشرق الأوسط موسيقى واسعى الله مساءكم بكل خير دعونا نبدأ من اليمن حيث أعلنت وزارة الخارجية البريطانية سحب العاملين في سفاراتها باليمن وعلقت بصفة مؤقتة أعمالها في هذا البلد لدواعي أمنية بعد يوم من إغلاق السفارة الأمريكية أيضا أبوابها في صنع الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ذكر بأن الوضع الأمني في اليمن مستمر في التدهور خلال الأيام الأخيرة وأضاف أنه يعتقد أن طاقم السفارة والمباني باتت عرضة لمخاطر أمنية وبالتالي قرر سحب الطاقم الدبلوماسي ووقف أعمال السفارة البريطانية وكان كثير من الدبلوماسيين قد غادلوا اليمن أيضا صباح اليوم عائدين إلى بريطانيا فرسا وجهت نداء لمواطنيها بالخروج الفوري من اليمن لتدهور الأوضاع الأمنية وتهديدات أمنية ربما تطال الجميع وبالتالي هذا يظل وسط حوار أعلن عنه بين الحوثيين والقوى السياسية في هذا البلد للخروج من هذا المأزق أنا معي مباشرة من الرياضة الأستاذ عبد الرحمن الطريري الكاتب والمحلل السياسي أستاذ عبد الرحمن نساء الخير عندما تتحرك بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهذه المطالب الفورية بالخروج من اليمن وإغلاق السفارات لا شك في أنهم يشتمون شيء هل الوضع في اليمن بات بهذا التدهور وأنه مقبل ربما على مرحلة أكثر سوءا بلا شك وطبعا أنا وردني قبل دقائق من بدء البرنامج أن الحوثيين سيطروا على السيارات التابعة للسفارة الأمريكية في صنعة دعونا أن نذكر كعنوان رئيس لتحرك الحوثيين الذي عنوانه رئيس الكذب طبعا أنهم أساس أو احتلالهم لصنعة في 21 تسعة 2014 كان هدفهم هو الضغط لخفض أسعار النفط واتضح في النهاية هذا العنوان الذي ربما أضحك عليه على بعض العوام أعتقد أنهم بسبب رئيسي الأمريكان طبعا كان في تصريح مهم لأوباما قبل كم يوم قالوا أولويتنا في اليمن هي محاربة القاعدة وبالتالي هو السبب الرئيسي في ظني لإخراج منسوبيهم في السفارة هو لحمايتهم من ردات الفعل المتوقعة من القاعدة خصوصا مع محاولات الحوثيين للتغول في مأرب والبيضة وشاهدنا في الساعات القليلة عملية للقاعدة أدت إلى مقتل 22 شخص من الحوثيين فيما يخص بريطانيين والفرنسيين أعتقد أنهم تبعوا الخطوة الأمريكية ولم يكن لهم قرار مستقل نعم فيما يتعلق بهذا السلوك من الحوثيين إذا ثبت في تعديهم على منشآت السفارات واستخدامهم لسياراتها هذا يبعث بشارات غاية في السلبية لمجتمع الدولي بأن هؤلاء الناس ليسوا برجال دولة من الممكن أن يؤتمن لهم أو يتسلوا مقاليد السلطة بشكل رسمي وبالتالي فتح قنوات حوار معهم أليس كذلك؟ تعرف أستاذ الطيب أنه من اليوم الأول لاحتلال الحوثيين للعاصمة صنعة كان هناك صمت مطبق من الإدارة الأمريكية وهذا مع عهدنا في أوباما الذي يستهدف دائما الخروج من فترته الثانية فقط بحل المشكلة النووي مع إيران أيا كانت الأثمان وأيا أضر بحلفائه لكن يبدو أن التحرك الأخير عبر الإعلان الدستوري والذي ربما يعني الآن حتى الحلف بين الحوثيين وصالح يعني هو على شفجر في نهار لأن البرلمان اليمني كما تعرف أغلبيته من حزب المؤتمر التابع لصالح بالإضافة إلى جميع دول الخليج حتى في اجتماعها الأخير أعلنت أنها ترفض الانقلاب الذي حصل ولا تعتبر نتائج الإعلان الدستوري مقبولة أو قابلة للتعامل معها دعنا نضيف إلى المشهد أيضا زيارة بن كيمون للرياضة أبوظبي أعتقد أنها أثرت ورأوا من الأمير الملك سلمان ومن الشيخ محمد بن زايد صرامة في الموقف تجاه اليمن الذي يعبر عن تمدد إيراني واضح للقبض على خاصرة الخليج من الجنوب وربما التأثير على مضيق باب المندب أستاذ عبد الرحمن أنت تعلم أن الحوثيين سيطروا بهذا الشكل الكبير في الفترة الأخيرة الماضية وكانت لهم حرب سيجان في عهد على عبد الله صالح لكنهم لا يستطيعوا على أقل تقدير الخروج من مناطق صعدة حيث يدور التمرد إلى مذلك الآن هم يتحركوا بهذه الكثافة لا شك في أن غطاء كبير ودعم يأتي لهذه الجماعة تحدثنا في السابق عن دعم لعلى عبد الله صالح معها هل هو كل الدعم أم أن هناك دول ربما تساند الحوثيين عدة وعتاد تخطيطا وتنفيذ أعتقد عدة وعتاد وأموال لا يوجد دعم للحوثيين حاليا إلا إيران ولكن هناك صمت من أمريكا من الدول الغربية وكذلك من روسيا التي رفضت تمرير قرار يدين الحوثيين قبل حوالي الأسبوعين وقال من دوبها صراحة أن لا نريد أن نعادي طرف نتوقع أنه في طريق إلى الحكم في اليمن إذن هناك دول غربية صامتة لأنه لا يهم كثيرا هذا التحرك ربما هم سيتعاملون مع المتغير أي أن كان من وصل علي عبد الله صالح هو أقوى شخص متنفذ مقدم دعم على الأرض عبر سيطرته الاقتصادية وسيطرته العسكرية على لواءات عديدة في الجيش ولكن من اليوم الأول لهذا انشئت الاتفاق الغير مبني على وشائج قوية كان واضح أنه في طريقي إلى الانفصال متى ما المصالح وصلت إلى طريق مسدود وعلى رأسها ما حصل في الإعلان الدستوري أصبحت مصلحة الحوثيين بدايتها في عداء صالح وليس كما الأشهر السابقة أنه كان إقصاء الإصلاح مصلحة مشتركة ربما تحميش الناصريين الحزب الاشتراكي التجمع الحزب السلفي هذه ربما كانت مصالح مشتركة في ماضي الأيام من سبتمبر حتى الأيام القليلة الماضية السفير الأمريكي في اليمن نصح الحوثيين بضرورة الابتعاد من إيران يعني إلى أي مدى هذه الملاحظات الأمريكية تأتي صادقة في وقت اختلطت فيه كل الأوراق أصبحنا من الصعب أن نفرق بين المواقف وبين الدول وبين السياسات في ظل أوضاع ضبابية بالكامل سيد عبد الرحمن كما تشاهد وكما ترى يعني لا تستطيع أن تقيم الموقف الأمريكي بشكله الأمثل الجلي الواضح بجهة هناك محادثات دعني أسميها إذا يذري التعبير أن أسمي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الحوثيين في الجانب الأخر الولايات المتحدة الأمريكية تنصحهم بالابتعاد عن طهران أين هي الحقيقة في تقديرك؟ بلا شك أن النصيحة هذه واهية التي ذكرت وإنما ربما دعوهم إلى عدم إقصاء كل الأطراف بالمعنى الكذب قليلا على بعض الأطراف حتى لا تتحول إلى حرب جديدة لأنه مشغولين بالحرب على داعش الحوثيين من 2013 عندما بدأ الحوار الوطني هم حاور واحتل هذا كان شعارهم كانوا على طاولة الحوار الوطني في 2013 وسيطروا على صعدة والعمران ثم كانوا في 2014 في سبتمبر دخلوا على صنعة ووقعوا اتفاق السلم والشراكة ثم رأينا كيف احتجزوا الرئيس ورئيس ومدير مكتبه ورئيس الوزراء وجميع الوزراء واليوم ينقضون البرلمان ويصدرون إعلان دستوري ثم يقولون نعم نعود إلى طاولة الحوار التي انسحب منها الناصري والحسب الاشتراكي هذا أيضا ديد الإيرانيين الإيرانيين منذ أن بدأت المفاوضات مع الأمريكيين هم يدفعون بعملائهم أكثر في العراق أو في سوريا أو في مناطق مختلفة ومازالوا يضحكون على العالم في الإعلام هل والله ينصل في التخصيب إلى 20% أو إلى 5% ذر للرماد في العيون كما تصريح السفير الأمريكي في صنعة الذي ذكرته أستاذ عبد الرحمن أنت تعلم أن اليمن كان يعاني في الداخل حتى قبل أن تتطور هذه الأحداث فيما يتعلق بوحدة اليمن نفسها كان عليها ربما كثير من الجدل فيما يتعلق بالحراك الجنوبي وانفصال اليمن وإلى مذلك من هذه التفاصيل ووجدوا أن الحل الاتحادي فأن تكون اليمن دولة اتحادية تابعة للمركز أيضا فيه شيء ربما من وجهة النظر ومن الممكن أن يصلح كنظام للحكم حكم فدرالي اتحادي سميه ما شئت الآن يبدو أنه في ظل هذه الأوضاع المتدهورة بات من السهل أن يحدث انقسام في هذا البلد وتشرزم ربما إلى ولاياتها هل هناك ضمانة كي يتمسك اليمن بوحدته في ظل هكذا ظروف؟ أنا أعتقد أن اليمن الجنوبي تشرزم قياداته وعدم اتفاقهم على سيناريو واحد هل يريدون ستة أقاليم أم مقليمين أم يريدون الوحدة مع الشمال هي التي سماحت للثلاث قوة المتنفذة في الشمال وأقصد الإصلاح وعلي عبدالله صالح والحوثيين إلى الإضرار بمصير الجنوب لأن الجنوب نفسه غير متحد على قرار واحد وأغلب قياداتهم بعد الحرب التي قادها علي عبدالله صالح عليهم في الأربعة وتسعين جميعهم تقريبا خارج اليمن فلا يوجد قيادة شعبية حقية موجودة رغم أنه اليمن الجنوبي كان عنده فرصة حقيقية من 2011 وتكررت مع احتلال الحوثيين للعاصمة صنعة إلى أن يكون لهم بلد مستقل ربما يكون هذا حل مثالي أو على الأقل أن يكون فدرلا بين أقليمين أنا أعتقد أن الدستور الذي خطف الحوثيين حامله قبل أيام كان مثاليا بست أقاليم بوضع مميز لعدن وصنعة أعتقد أنه كان مثالي جدا ولكن الحوثيين بلا شك مهما فاوضوا مهما تكلموا هم يردون اليمن كله بالإضافة ربما إلى الإضرار بالحدود السعودية متى ما استقر لهم الحال نعم أستاذ عبد الرحمن في ما يتعلق الآن بمستقبل اليمن على المستوى السياسي والأمني أنت تعلم أن الحوثيين عادوا بشكل أو بآخر إلى مبدأ الحوار مع القوى السياسية الأخرى هل هو مزألة لكسب الوقت أم أنهم غير قادرين على تسيير دولاب العمل في الدولة وأنهم غير مؤهلين لكي يقود اليمن وحدهم سياسيا حتى بعد أن تهيئت لهم الظروف الأمنية لتحقيق ذلك في ظن رفض ربما شعبي محلي من خلال التظاهرات التي تقرد مناوئة للحوثيين ومن خلال عدم طرحي الدولي بطبيعة الحال أستاذ الكريم لو عدنا إلى الثورات في 2014 عندما كانت يفرق المتظاهرون بخراطيم المياه كانت تقوم قائمة أمريكا وجميع الناس يتكلمون عن حريات الإنسان الحوثيين منذ أن خطفوا مدير مكتب رئيس الجمهورية وكل مظاهرة تخرج ضدهم إلى مظاهرات خرجت اليوم جميع ستفرق بالرصاص الحي والغرب أذنهم من طين وأذنهم من عجين لا يلتفت لهذا الموضوع لأنه حلفه الباقي الرئيسي مع إيران ويريد أوباما تحديدا بعد فشلوا في الملف الفلسطيني بعد فشلوا في ملف الربيع العربي وتصدير الإخوان في شمال أفريقيا بعد فشلوا في سحب الجنود من العراق ثم خروج داعش إلى الحدود التي لا يتوقعها لأنه كان راضي عنها في سوريا إذن جميع تعليقات الأمريكان والغرب سلبية تماما هذا الحوثيين كيان يطلق النار على كل من يخالفه ويسجن كل القيادات الحوثيين حاولوا إرجاء المعركة مع الجنوب والسيطرة على كامل الشمال ابتداء وكان ذلك عبر وضع شخصيات جنوبية مثل بحاح في رئيسة الجمهورية أو حتى الارتضاء على العبد الرب منصر هذه في رئيسة الجمهورية ولكن التعنت والغباء الذي ورثوه من الملالي أجعلهم يجبرون جميع الناس على قرارهم أو السيطرة عليهم وبالتالي حتى الجنوب الآن أصبح أعتقد في جله هو ضدهم وإن لم يتفق على مصير موحد للجنوب اليمن بطبيعة الحال دولة ذات سيادة وشأنها الداخلي شأن يخصها من الدرجة الأولى لكنها في ذات المقام هي أيضا تشكل عمق أمني واستراتيجي وعلاقات لا نود أن نتطرق لها هنا مع دول الخليج هذه أقرب لكتلة الواحدة في المنظومة الخليجية العربية بطبيعة الحال والخليجيون السعودية على وجهة التحديد وهي اللاعب رئيس في المنطقة مطالبة بدور في هذا الاتجاه ما هو في تقديرك وكيف هي تلعبه الآن في ظل هذه الأزمة أنا أعتقد أن المتضرر في شكل رئيسي إن سيطر الحوثيين على كامل التراب اليمني هم السعودية في المرتبة الأولى ومصر في المرتبة الثانية لأنه بلا شك سيبدأون العبث والتأثير على السفن الذاهبة والآتية من قناة السويس أنا أعتقد أن السعودية كما ديدانها ستذهب إلى الحلول الدبلوماسية ستضغط لتشديد أكبر العقوبات عليهم ستدعم أي حل يجمع اليمنين على طاولة واحدة إن كان سؤالك يلمح إلى تدخل عسكري أعتقد أن هذا ديدان السعودية لا تتدخل عسكريا في أي أراضي خارجية خارج منطقة الخليج العربي ولم تفعل ذلك إبان وجود الجنود المصريين وقت عبد الناصر من 62 إلى 67 لكي تفعله في 2015 نعم الآن في ظل كل ذلك أستاذ عبد الرحمن الطريري ما هي السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث في هذا البلد خاصة وأن الآن السفارات مغلقة السفارة البريطانية والأمريكية على أقل تقدير وهي سفارات كبيرة تستطيع أن تتابع وتراقب الوضع عن كثب بلا شك أعتقد أن أنت إذا سألتني عن أكثر دولة عربية تقريبا مع كل مواطن يوجد سلاح فهي اليمن اليمن فيها تراكبات كثيرة فيها الحزب وفيها الطائفة وفيها القبيلة وفيها الإرهاب بشقه السني في تنظيم القاعدة وبشقه الشيعي أو الزيدي في تنظيم الحوثي أعتقد أنه الجميع يجتم الحرب الأهلية منذ مدة ولكن لا ندري إلى أي مدى ستكون عنيفة نسأل الله الأمن والسلام لليمن المؤشرات إن في البيضاء أو في مأرب أو في باقي الجنوب الذي بدأ فعلا يشحن طائفيا بطريقة غير طبيعية رغم السماحة الذي عرفت عن اليمنيين لسيما الشافعيين لم يكن في تاريخهم منذ الإمامة أن يكونوا طائفين أبدا ولكن هذه إيران كلما دخلت مكان تشتم منه راحة الطائفية العافنة نعم أنا حقيقة أشكرك الأستاذ عبد الرحمن الطريري الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك إلى موضوع آخر فيما يتعلق بداعش ومقتل رهائن داعش الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد ساعات وصف مقتل رهينة أمريكية في سوريا بأنه مؤلم وجاء ذلك من خلال الاتصال بالعائلات المرجوعة مع تأكيده على أن حكومته ستواصل سياسة عدم دفع فدية لخاطف الرهائن وذكر بأنه لن يسمح بذلك أعني دفع فدية مقابل تحليل الرهائن وهو أيضا حديث صعب قوله وأكد البيت الأبيض مقتل كايلة مولر الموظفة في الشؤون الإنسانية والبالغة من عمر 26 سنة وهي من أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية كانت محتجزة لدى داعش بعد اختطافها في حلب في أغسطس عام 2013 وتم قتلها وتصفيتها أتابع ذلك معي من لندن السيد رايان تيرنر كبيرا للمحللين في بي جي آي سيد رايان مساء الخير أنا شاكل لوجودك معنا لا نريد الآن الحديث عن كل الرهائن الموجودين لدى داعش لكن دعنا نتحدث عن الرهائن الأمريكيين ولعل هذه الفتاة التي تم قتلها بعد الأسر هي الثالثة في هذا الاتجاه البعض يقول بأن الأمريك أن الولايات المتحدة الأمريكية تسجل بعض التقاعس دعني أسمي طباط دعني أقول عدم ردة فعل قوية كما تعودنا رأي آخر كيف ترى الموقف الأمريكي حيال رهائنه لدى داعش أعتقد أن موقف أمريكا بموضوع الرهائن لم يتغير فهناك سياسة قائمة منذ زمن بعيد بعدم دفع فدية بخصوص الرهائن طبعا هناك إجراءات أخرى هناك في اليمن محاولة لإنقاذ الرهائن فشلت وعندما تحدث الرئيس أوباما عن السيد ميلر التي قتلت قالوا بأنهم حاولوا تحرير بعض الرهائن لكن هذه العملية فشلت في شهر يوليو الماضي وبالتالي عندما لا تتفاوض مع محتجي الرهائن فهذا الأمر يحد من قدرتك وبالتالي من الصعب تنفيذ إجراءات ولا سيما أن أمريكا ليس لديها عناصر استخبارية على الأرض وبالتالي هذا الأمر لا يساعدها على إطلاق عمليات لتحرير الرهائن للأسف إلى أي مدى يؤدي قتل هؤلاء الرهائن لزيادة حدة التوتر الأمني واستخدام القوة بشكل أكبر ربما للثأر على أقل تقدير هؤلاء الرهائن الآن قتلت هذه كايلا مولر الموظف في شؤون الإنسانية هل تتوقع أن يصعي ذلك من موقف الولايات المتحدة الأمريكية من حيث استخدام القوة ضد داعش لست واثقا إذا كان هذا الأمر سيغير سياسة أمريكا وموقفها تجاه داعش هم حاليا يركزون على بناء بعض الإجراءات على الأرض ضد داعش صحيح أن هذه الخطة تطور لكن هم أيضا ينفذون هجمات جوية ضد هذه المجموعة والتركيز الأساسي هو على العراق موضوع الرهائن هو أمر مهم لكنه الثانوي تجاه لدف الأمريكي الأساسي المتعلق بإضعاف داعش وأيضا تقليص حجم المساحة التي سيطرون عليها وأيضا إضعاف قدرتهم على أخذ المزيد من الأراضي وبتالي موضوع الرهائن أمر مهم لكن كان لدينا ستة مواطنين أمريكيين وإنجليز قتلوا ويقال أن سيدة ميلور قتلت في غارة أردنية على داعش لا نعلم ذلك ولكن هناك أيضا رهينا إنجليزي هو جون كونترو موجود لدى داعش وبالتالي طبعا رأينا الأردن يجري أو يشن عددا من الهجمات على مواقع داعش في سوريا لكن أمريكا كانت في طليعة التحالف ضد داعش منذ فترة ولا أعتقد أن هناك إمكانية لتصعيد الهجمات دون أن يكون لدينا عناصر استخبارية على الأرض توجه مسار الأمور البعض سيد راياني يقول بأن داعش نفسها هي صنيعة استخباراتية لتحقيق مقارب ما أو على أقل تقدير هي مسكوتة عنها أيضا لتحقيق ذات الأغراط إذا لم تكن بشكل مباشر ويدل على ذلك ما أسموه بالتقاعس في محاربتها وكثير من التفاصيل هل ثمت شواهد في تقديرك وقراء تساند مثل هذا الاتهام أتحدث عن أن البعض يوصف داعش نفسها كتنظيم بأنه صنيعة مخابرات استخبارات دول لكي يكون في هذه المنطقة ورأي آخر يقول حتى إذا لم يكون صنيعة المخابرات بشكل مباشر فداعش مسكود عنها من قبل الدول الكبرى لتحقيق مآرب ما في المنطقة هل هناك ما يسند مثل هذه الاتهامات كان هناك الكثير من الاتهامات من أن بعض الدول قد أخذت موقفا منفعلا اتجاه داعش وموقفا صامتا لولاسيما الرئيس الأسد الذي لا يحبه أحد في المنطقة أنا لا أستطيع التأكد من هذا الأمر ولكن دعني أقول بأن هناك دائما اتهامات تطلق من أن بعض الحكومات قد سهلت تدفق الجهاديين والمقاتلين إلى سوريا لأنهم يعتقدون بأن هذا الأمر سيساعدهم في التخلص من الرئيس الأسد وفي سياق هذا الأمر قد يؤذون إيران ولكن هناك أيضا من يقول أن هذا الأمر غير صحيح لأن الأمر لا يقتصر على سوريا وأن هناك انتشار في العراق وهناك أيضا من جهات تابعة لهم في شمال إفريقيا وفي سعودية قد تشن هجمات وبالتالي يجب النظر إلى هذا الأمر أو النظر عفوا النظرة إلى هذا الأمر لأنه حرب بالوكالة ضد الأسد هذا الأمر انقلب على السحر في بعض الأماكن كما يقال وبالتالي هناك قدرات تتزايد لشن الهجوم من قبل جهات تابعة لداعش على الرغم من كل الهجمات التي يشنها التحالف الدولي ضد هذا التنظيم الآن سيد رايان في ظل عدم وجود بوادر أمل ربما في حالة الأزمة في هذه المنطقة خاصة إذا تحدثنا عن سوريا أو اليمن الآن التي ربما الأوضاع الأمنية فيها تتدهور إلى أي مدى ستتعقد الأمور أمنيا فيما يتعلق بهذه الجماعات التي تجد مساحات ربما من الحركة في ظل انفلات أمن كبير تشاده المنطقة المجموعات المقاتلة هي تزدير في هذه المناطق غير خاضعة لسلطة الأمن كما والحال في سوريا واليمن وهذا الأمر يعطيهم فرصة لاستغلال الأوضاع وأعتقد أنهم سيستمرون في استغلال الأوضاع طبعا رأينا هناك الحوثيين في اليمن سيطروا على اليمن وهناك أيضا خوف من انسحاب البعثة الأمريكية من اليمن هذا الأمر سوف يؤدي ربما إلى هجمات أو هذا الأمر سيوقف الهجمات الأمريكية التي كانت تشن عبر الطائرات دون طيار في اليمن وانسحاب أمريكا سوف يؤثر على هذا الأمر فالحوثيون أنفسهم يعارضون بشدة المتشددين السنة من القاعدة ولكن دعنا نرى كيف سوف تسير الأمور لكن بالتأكيد الأمر غير جيد بالنسبة الوضع الأمني في المنطقة هناك دليل على أن التنظيم داعش يريد أن ينشئ حضورا له في اليمن ورأينا هناك جهات تابعة لتنظيم الدولة تشن هجوما في ليبيا وأيضا هناك بيت المقدس في مصر الذين شنوا هجوما في مصر مؤخرا وبالتالي هذه المناطق غير خاضعة لسلطات أمنية قوية تعطي فرصة لهؤلاء الناس لينتشروا وبالتالي هذا الأمر سيشكلوا تحديا لدول المنطقة بكل تأكيد صحيح خاصة إذا علمنا أن الولايات المتحدة بالفعل طبعا أغلقت سفارتها في اليمن وحتى السفارة البريطانية علقت أعمالها اليوم سيد رايان تيرنر كبير المحللين في بي جي آي شكرا جزيلا لك كنت معنا من لنبا إذن بعد الفاصل مع ملفنا الضريبي اليوم سنتحدث عن الفاتكة الفاتكة هو قانون الانتثار الضريبي الأمريكي يفتك بالأمريكيين العاملين بالخارج صندوق النقد الدولي يشيد بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر ويتوقع تسارع النمو إلى 3.85% في العام الجاري الليرة التركية تسجل مجددا أدنى مستوى مقابل الدولار تقلص فائد الميزان التجاري الروسي 24% خلال ديسمبر اليونان تتفق مع منظمة التعاون الإجراء الاقتصادي على العمل معا لتحقيق النمو موسيقى 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 مراحب بكم من جديد الأمريكان الذين يحمل المواطن الأمريكي يعني بالميلات على الأراضي الأمريكية أو أبوين أمريكيين يعيشوا خارج التراب الأمريكي يجدوا نفسهم أمام مأزق الضرائب التي يتوجب عليهم أن يدفعوها سواء عملوا أو أقاموا هناك أم خارج الولايات المتحدة الأمريكية لا مخرج ولا إفلات من الفاتكة هكذا يسمونها نتبع التقرير ونذير حوار وجد مئات الآلاف من حملة الجنسيات المزدوجة أنفسهم في مأزق كبير دفع عددا كبيرا منهم إلى المفاضلة بين التخلي عن الجنسية الأمريكية والعودة للاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية أو التخلي نهائيا وردوخي للشروط القاسية الجديدة التي أقرها القانون الأمريكي الجديد المعروف باسم الامتثال الضريبي فاتكا ويلزم القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يوليو تموز الماضي الأمريكيين الذين يملكون أصولا مالية خارج الولايات المتحدة وأرصدة تزيد على خمسين ألف دولار للأفراد ومئتين وخمسين ألف دولار للشركات بالأفصاح عنها وتقديم بيانات إلى مصلحة الإيرادات المحلية الأمريكية وفي جميع الأحوال سيكون على حاملية جنسية الأمريكية تزديد المتأخرات في حال التخلي عنها ودفع الضرائب مستقبلا في حال الاحتفاظ بها وتشير إحصائيات وزارة الخزانة الأمريكية إلى ارتفاع عدد المتخلين عن جنسيتهم الأمريكية إلى 3415 شخصا في العام الماضي وبحسب المصادر يتخبط اليوم نحو مئتي ألف سعودي وألف وخمسمائة كويتي في هذا المأزق خصوصا وأن التخلي عن الجواز الأمريكي لا يعني حلا نهائيا وسريعا بما أن ذلك يستوجب إجراءات قد تتواصل عدة سنوات قبل الحصول على موافقة القضاء الأمريكي القانون الأمريكي أشهر السيف أمام المصارف أيضا حيث يعاقب القانون المؤسسة المالية الرافضة للإفصاح بعقوبات قاسية مثل الحجز على 30% من الدفعات أو الحسابات الخارجية الفاتكا ينهي أيضا قرونا من السرية المصرفية في كثير من دول العالم مثل سويسرا التهرب الضريبي كلف الخزانة الأمريكية من عام 2001 وحتى عام 2010 خسائر بنحو ثلاثة تريليونات وأربعمائة مليار دولار ووفقا للقانون الجديد ستنجح الولايات المتحدة في تحصيل الضرائب المستحقة على الأمريكيين في الخارج والمقدرة بنحو مائة مليار دولار سنويا نور العنبقي سي أن بي سي عربية على كل أنا أفتح هذا الموضوع على مصرعي مع الدكتور شريف اللبودي وستاذ الإختصاط في كلية علوم الإدارة في جامعة زايد دكتور مساء الخير وأنا شاكل لوجودك هو الفاتكا الإسم ذاته له طنين وله وقع حتى نشك المشاهدين الحقيقة معنا في هذا الحوار وحسب فهمي أنا لمسألة الفاتكا أنه أي شخص أمريكي يحمل الجنسية الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية موجود في حسابه أكثر من خمسين ألف دولار يجب على البنك المعني في هذه الدولة في الإمارات في العراق في قطر يخبر سلطاتها الأمريكية بحساب هذا الشخص صحيح؟ صحيح هذا الموضوع خمسين ألف دولار لشخص ومئتين وخمسين ألف دولار للشركة للشركة تمام؟ نعم طبعا لماذا الأمريكان منزعجين؟ الأمريكان منزعجين لأنه طبعا فيه ناس كثيرة جدا تهربت من الضرائب زي ما عارفين وزي ما اتكلمنا في الحالة اللي فاتت اللي هو أوباما بغضد إصدار قانون أو عرضه على الكونجرس الأمريكي اللي هو فيه تقريبا 2 تريليون دولار خارج الولايات المتحدة الأمريكية عايز يفرد عليهم ضريبة حوالي 14% فده القانون ده وتم عرضه على الكونجرس الأمريكي منه 60 عضو من الكونجرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي حوله اللي هما وعرضوا القانون وفعلا أوباما مضى عليه تمام قريبا ويتم تطبيق القانون بصورة فعلية في يونيو من العام الحالي 2015 الديدلاين أو اللي هو الانزار لجميع المنشآت بيسموها منشآت المالية والأفراد الأمريكان اللي هما عايشين خارج الولايات المتحدة لازم للبنوك اللي هي تحمل هذه الحسابات تدي تقرير بالكامل على التفاصيل ليه هما منزعجين لأنه طبعا بيقولوا اللي فيه مليارات دولار على حد تقرير الحزب الديمقراطي في أمريكا اللي فيه خلال العشر سنوات القادمة لو تم تطبيق هذا القانون حيجلب إلى الولايات المتحدة على الأقل 8.5 مليار دولار من الأموال اللي هي المفروض يتم تحصلها ضرائب ليه لأن كل فرد أمريكي أنا منهم مواطن أمريكي على فكرة نعم لو دخلك السنوي يتخطى حدود 85 ألف دولار سنويا يجب عليك دفع ضريبة في مواطنين كتيرة طبعا ده غير دخلهم طبعا أنا مش داخل في هذه القصة دخلهم أكبر من كده أنت 80 ألف وهم ما بيعملوش ريبورتين أو ما بيكتبوش تقرير لازم تكتب سنويا كمواطن أمريكي كل سنة بتملأ فورم اسمها 1040 نعم تمام دي 1040 دي عبارة عن تقرير حسابات لك على دخلك السنوي نعم لو ما كتبتوش مش مشكلة بس لو عليك درائب يتم تطبيق القانون عليك يوصل لمرحلة الحبس كفيدرال كرايم يعني جناية فدرالية جناية فدرالية صحيح فهم بغضد اللي هم عايزين يحولوا بقدر الإمكان تحصيل هذه الأموال طيب سيد شريف البيض لهذا الأمر من هذه الزاوية يقول والله للحكومة الأمريكية محقة هؤلاء مواطنين أمريكيين يجب أن يدفعوا ضرائب لأن الحكومة الأمريكية تقدم لهم مقابل هذه الضرائب خدمات وتعليم وصحة وإنشورنس إلى ما ذلك هل الجماعة الأمريكان اللي خارج الولايات المتحدة الأمريكية لا يتمتعوا بهذه المسائل اللي بتقدمها للحكومة الأمريكية ولا ليش هم ممتعدين أنا أتكلم عن المواطنين والله يبص حسب المواطن أنا مثلا ما عنديش هناك لأولاد ولا أي شيء ولا حد بيرخش لكن لو واحد مواطن في ترى هذا مغرب متغرب وهو قعد هنا في الإمارات أو في أي دولة أجنبية وليه لسه أهله في الولايات فطبعا دول بيتمتعوا أغلبية الناس اللي هم خارج ما بتمتعوش بهذه المزايا لكن ده ضريبة من الضريبة اللي انت عندك جنسية أمريكية زي ما عارفين طبعا لها مزايا معينة خصوصا للمختاربين من البلاد العربية بالذات انت عارف طبعا مشاكل عندنا في البلاد العربية فلكن الناس اللي هم حسبوا سموه يعني اللي هو الفاكتة ده بيضر بعد الناس صحيح الجماعة اللي عنده 50 ألف دولار فما فوق مؤكد ان حالتهم كويسة بذلل انه عنده 50 ألف دولار في حساب في البنك الاشخاص العاديين اللي مفترض انهم يتأثروا بهذه الضريبة بشكل مباشر يمكن ما بتعنيهم الضريبة بشكل مباشر يعني هذه الضريبة تمس فقط أشياء دعنا نقول متوسطين أو فوق المتوسطين هو الحقيقة مش ضريبة هي أو حتى الدخول في حسابك مجرد الـ IRS أو الهيئة الضريبة الأمريكية عايزة تعرف تفاصيل الحسابات بالزبط داخل ايه وخارج ايه وكل شيء ده طبعا في أمريكا فيه بعض فيه واحد اسمه راند بول عبارة عن كونجرس مان أو عضو كونجرس أمريكي من ولاية كينتاكي بغضد كدب دلوقت اللي هو بيكتب تفاصيل قانون جديد يلغي هذا القانون لأنه بيقول ده بيتعدى على خصوصية حرية الشخص لتأثير سلبي على الشركات على البنوك اللي بتعامل مع أمريكا اللي خلي بالك أي بنك أجنبي عشان يعمل الكمبلاينس أو الامتسال بهذا القانون لازم هيكلفه هيعين ناس موظفين يتم رصد هذه الحسابات وعملية الريبورتينج أو التقارير اللي هي بتصدر هذه البنوك لدرجة اللي فيه بعض البنوك دلوقتي في لندن وبعد حتى الدول العربية قالت لو أنت أمريكي الجنسية مش عايزين حسابك من أوله يعني هي تكلفة علينا وانا ما بكسبش حاجة كمان فدي ضرر لإيه للبيزنس تمام ضرر للمواطن الأمريكي نفسه في حسابات بيسموها ويلس مانجمنت أو إدارة السروات تمام محافظ معينة محافظة استثمارية معينة أصدر القانون من ضمن القانون اللي هو الفاكتة اللي هو فورين أكاون تاكس كومبلاينس أكت اللي هو أي محفظة يتم التعامل مع أمريكا ويكون لها حسابات في أمريكا لازم غصبا عنها تعلن بالتفاصيل عن تفاصيل هذه المحافظة الاستثمارية يكون واحد غني مثلا عمل ترست أو عمل زي وقف لابنه أو قريبه أو حد في العيلة لازم التفاصيل بالضبط داخلت الفلوس إزاي وخرجت إزاي ولو ما عملش كومبلاينس أو امتسال لهذا القانون يتم خصم 30% من حجم هذه المحفظة الاستثمارية ومواقفهم الواضحة في الكونغرس إلى ما ذلك وحتى قوانين الضمان الاجتماعي التي تقف مع عامة الشعب أيضا تجد المعارضة بالتالي مثل هذا التوجه من الطبيعي أن يقابل بشيء من التزمر والآن التقارير تشير إلى أن عزد الأمريكيين الذين يتخلوا على الجنسية الأمريكية في إزياد كبير جدا هذا العام تحديدا 2014 يمكن أن يكونوا هاربين من الفات كذية يعني أكثر من أربعة آلاف أمريكي تخلوا قالوا ما عايزين أن نكون أمريكان نحن نسمعها الفتة الأمريكية نعم هو الحقيقة زي ما حدثك ذكرت 2008 في حوالي 250 مواطن أمريكي تخلوا عن الجنسية أمريكية بهذا سبب صدد صدور هذا القانون أو الامتسال في صدور هذا القانون في أول 6 شر من 2013 حوالي 1800 شخص أمريكي تخلوا فالزيادة زيادة عالية جدا ونحن بنتوقع في 2014 العام الماضي لسا الريبورتين ما حصلش ممكن يتخطى هذا الرقم إلى 2500 جايز 3000 شخص أمريكي دي نسبة طبعا بالنسبة للمواطنين اللي عايشين خارج كم مواطن عايش خارج أمريكا عدد كبير يزيد في بعض التقارير عن 7 مليون أمريكي بيعملوا خارج الولايات المتحدة الأمريكية المشكلة لو افتدى الترند أو الاتجاه للتخلي عن الجنسية الأمريكية أمريكا كنفسها هتقصر مستثمرين كبار جدا يحملوا الجنسية الأمريكية وحيبقى طارد للاستثمارات هؤلاء الأشخاص اللي هم جايز نيتهم صفية جدا بس بيعملوا خارج الولايات المتحدة عندنا كندا مثلا أي مواطن كندي بيعمل خارج كندا لا يفرض عليه دراج إطلاقا بيسموه أوتسايد ريزيدنس أو مقيم خارج لا غاية ما يرجع كندا تاني ويفرض عليه الدراج البلد القليلة أو تريبا البلد الوحيدة اللي في العالم اللي هي شخص أمريك شخص من عندها بيعمل خارج بيفرض عليه دراج حتى دخله جاي بالكامل من دولة أجنبية فهو المفروض أنا شخصيا ضد هذا القانون مش عشان مش عايزة أدفع دراج عشان خارج لأنه بصراحة بيخوف الناس صحيح وبيحاول أي واحد حيحاول يشوف طريقة اللي هو ما يفعش وأجبه بالملاحقة يعني تلاحق المواطن أنت حتى خارج الحدود وتجبره على ذلك خاصة أنه اللي بتخلوا على الجيسية دكتور لابودي هم صفوة المستثمري مش أي شخص عادي يعني باتبطة أمريكية ممكن تضحي بأربع ألف عاديين بتجيب لوتري بداله لكن هو كذلك يعني دي ما تحدثت أنت قد يضرب الاستثمار على كل إنه موضوع يظل مفتوح للنقاش أنا أشكرك الدكتور شريف اللابودي أستاذ الإختصاط في كليد علوم الإدارة جامعة زايد شكرا جزيلا لك ولكن دلآن حديث عن إغلاقات الأسواق الخليجية والعربية لهذا اليوم مع الزميل هاني نصر ما بين البطاقتين الحمراء والخضراء تباينت أداء أسواق الخليج في جلسة يوم الأربع لاحظنا السوق السعودي تعرض لعمليات جني أرباح على عدد من الأسهم التي شهدت الارتفاعات في الفترة الماضية ضغط كان واضحا من سابق اليوم المترجع قرابة 2% وكذلك الراجح شهدت راجعات بأكثر من 1 بالمئة السوق السعودي خسر تقريبا 1 و 18 النقطة المئوية في هذه الجلسة كذلك جني الأرباح طال أسواق الإمارات لسيما السوق دبي لاحظنا بعض التراجعات على العدد من الأسهم القيادية في القطاع العقاري وكذلك قطاع الاستثمار تراجعات بـ 16 نقطة المئوية على السوق دبي أما السوق العاصمة أبوظبي قلصها إلى 10 نقطة المئوية في ختام هذه الجلسة قيم تدولات سوق دبي تقريبا كانت حوالي نصف مليار درهم إماراتي أما السوق في عمان عين الصناعي والخدمي وكذلك بعض الارتفاعات على أسهم البنكية في هذه الجلسة البورصة القطرية بالرغم من التراجعات على صناعات قطر إلا أن الارتفاعات قوية شاهدناها على بعض الأسهم القيادية الأخرى لا سيما في قطاع البنكي بقيادة السهم الأكبر كيون بي حالة دون تراجعات المؤشر أكثر أو خسارة المؤشر بعض من نقاطه اكتفى بارتفاعات بعشرين النقطة المئوية في هذه الجلسة البحرين تقريبا ارتفاعات بعشر نقطة المئوية لكن المؤشر السعر في السوق الكويتي أغلق على تراجعات بنصف النقطة المئوية وسط بعض الغياب لأي تفاعل مع نتائج الشركات وتوزيعاتها إلى حد ما بقية أسواق الشرق الأوسط بالتحديد السوق المصري أيضا جاني أرباح تعرض له المؤشر بعد ارتفاعات في جلسات ماضية لا بد من عمليات جاني أرباح بواحد وثلاث عشر نقطة المئوية بالرغم من أن البنك القيادية الأكبر البنك التجاري الدولي حقق نتائج جيدة طبعا نتائج السنوية 2014 وبالتحديد الربع الرابع النساء دائما يتحدثوا عن المساواة مع الرجل وهذا النقاش الجدلي هذه المسألة وهو نقاش أزلي أيضا هذه المسألة لا تنطبق بطبيعة الحال على الأمراض يعني أمراض القلب مثلا تقول بعض الدراسات بأن الرجال أكثر عرضة لإصابة بأمراض القلب من النساء معكد النساء لا يريدوا أن يتفوقوا في هذا الاتجاه لكن في هذه الحلقة سنبحث هذا الأمر من زاوية النساء بعض الفاصل طرق التغلب على أمراض القلب لدى النساء أهلا بكم من جديد وتحية الصحة والعافية دراسة حديثة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب نصحت بضرورة اتباع ست خطوات في أسلوب الحياة للحد من فرص الإصابة بأمراض القلب وأشارت الدراسة لأن 456 حالة مرضية من حالات مرض القلب التاجي رصدت خلال 20 سنة من المتابعة وتمتعت النساء اللواتي لم يعانين من أمراض القلب التاجي أو أي مشكلات صحية أخرى بأساليب مشتركة في الحياة مراقبة مؤشر الجسم هو أحد أسباب الوقاية من أمراض القلب حيث يجب مراغبة مؤشر كتلة الجسم والطول والوزن والدهون في الجسم هذا واحد من الأشياء التي يتم أو تتم من خلالها السيطرة على هذا المرض ووجدت إحدى الدراسات أيضا أن ممارسة الرياضة حتى لوقت قليل برضو ممكن يجيب فرق حقيقي يعني المشي بوتيرة محتدلة أو سريعة وركوب الدراجات إلى مذلك من هذه التفاصيل ما عايزين ندخل في هذه النصائح ونحن معنا أهل الإختصاص معي من الرياض استشار أمراض القلب بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرص الوطني الدكتور هيثم العنزي دكتور هيثم مساء الخير وأنا شاكل لوجودك معنا وتحية الصحة والعافية بدءا يعني لا أدري إن كانت هي حقائق علمية موثقة أم غير ذلك إن النساء عموما منعتهم أقوى أكبر من الرجال فيما يتعلق بالأمراض بشكل عام يعني إلى أي مدى هناك علمية في هذه الملاحظة أو الإشاعة كده أطلقوها النساء الله يمسك بالخير وشكرا عن صدافتي قبل لأبدأ أحب أوضح ماذا نقص بأمراض القلب أمراض القلب ليست مرض واحد أو نوع واحد هناك أنواع عديدة من أمراض القلب أكثرها خطورة وأكثرها انتشارا هي أمراض تصلب الشرايين التي تكون بسبب ارتفاع الكوليسترول وحدوث تضيق في الشرايين يؤدي إلى نقص التروية في القلب حدوث ذلك قد يؤدي إلى الجلطات أو الذبحات الصدرية لا سمح الله وهذا المقصود بأمراض القلب عموما كون النساء أقل خطر لحدوث أمراض القلب مقارنة بالرجال هذا صحيح لوجود الهربونات الأنثوية التي تساعدهم وتمنع حدوث تصلب الشرايين لدى النساء هذه الميزة تختفي بعد سن اليأس لعدام تلك الهربونات أو قلتها فتكون نسبة الخطر مقارنة بالرجال متساوية بعد عمر طويد لكن هذه الأيام وهذا ما أشرت إليه هذه الدراسة بسبب تغير أسلوب الحياة لدى النساء هناك العديد من الأشياء الضارة التي أدت لزيادة نسبة حدوث أمراض القلب لدى النساء خلينا نقف على هذه الأسباب حتى نقوم بجزء من التوعية على أقل تقدير في تقديرك هل هي زيادة الوزن هل هي الدهون عدم الحركة إيش الحاصل طبعا أسباب حدوث تصلب الشرايين أو تضيق الشرايين عديدة منها ما هو وراثي لا يمكن التحكم به فقد يحدث عند ناس فقط لوجود الجينات المسبب لهذا المرض الأسباب الأخرى التي يمكن تغييرها هي أسلوب الحياة فوجد في الدراسة أن معظم الناس الذين لا يمارسون الرياضة لديهم زيادة في الوزن التدخين الذي هو عامل مهم جدا في زيادة نسبة حدوث أمراض القلب عدم متابعة الضغط والسكر إذا كان لديهم ضغط أو سكر ووجود ضغط في الحياة كضغط في العمل أو يعيش فيه ضغط مستمر كل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة احتمال حدوث أمراض الشرايين نعم كما تمت التوعية بمزأل السرطان الثدي عند النساء وضرورة الكشف المبكر إلى مذلك من هذه التفاصيل ونحن نثمن حقيقة دول الإعلامي المتراكم في هذا الاتجاه هل هناك أيضا ربما فيما يتعلق بأمراض القلب بعض الإشارات التي من الممكن أن يلتقطها الإنسان وبالتالي يكون العلاج المتقدم هو سبيل لعلاج كامل بمعنى أن الشخص يستطيع أن يلتقط بعض الشارات والتغيرات التي من الممكن أن تشير إلى حدوث قصور ما في القلب لدى النساء بالضبط فحدوث أمراض الشرايين لا تحدث فجأة عادة قد يكون هناك تضيق بسيط في الشرايين قبل حدوث انسداد المفاجئ أعراض التضيق تكون كألم في الصدر يحدث عند المشي وعند ممارس المجهود فعند حدوث هذه العراض يجب على المريضة متابعة الطبيب أو إخباره بهذه العراض لعمل فحوصات اللازمة لتأكد من وجود تضيق في الشرايين وعمل الأشياء اللازمة لمنع حدوث الانسداد الكامل فالطبيب في هذه الحالة سوف يعمل في بعض الفحوصات لتأكد من وجود التضيق والعمل على منع حدوث الانسداد الكامل الأشياء الممكن يسويها الطبيب أنه تأكد من مستوى الكوليسترول مناسب تأكد من الضغط في المستوى الطبيعية المناسب لعمر المريضة ينصح بالابتعاد عن التدخين اللي هو عامل جدا مهم ويمكن السبب في زيادة حدوث أمراض قلب النساء في الفترة الأخيرة هي زيادة المدخنات وإلى ذلك من عدم ممارسة الرياضة والجلوس لفترة طويلة أمام التلفاز فقد أثبتت الدراسة أن جلوس أكثر من سبع ساعات أمام التلفاز قد تؤدي إلى زيادة نسبة حدوث أمراض القلب وذلك بسبب قلة الحركة التي قد تزيد نسبة حدوث هذه الأمراض نعم قديما دكتور أمراض القلب ارتبطت بالعمر بمعنى أن الأشخاص المتقدمين في العمر فوق الستين وفوق السبعين هم الأكثر عرضة لحدوث الأمراض والجلطات القلبية والزبحات إلى ما ذلك لكن بدنا في الفترة الأخيرة نلحظ ذلك في أوساط الشباب هل ثمت أسباب معينة في تقديرك هل السمنة تلعب دور في هذا الاتجاه هل الأكل والطعام التيكوي منتشر هذه الأيام هل له علاقة أيضا بزيادة نسبة الكوليسترول في الجسم وبالتالي التعرض للجلطات والضغط إلى ما ذلك طبعا فهذا من أسباب الرئيسية بسبب زيادة أمراض القلب لدى الناس الأصغر في العمر من اللي كنا نشوفهم في السابق الصحيح السبب في ذلك كما تفضلت تغيير أسلوب الحياة فمعظم الناس الآن لا تمارس الرياضة معتمد اعتماد كامل على السيارة في الحركة لا تمارس أي نوع من أنواع الرياضة فقد أثبت الدراسات أن المشي لمدة نصف خمس مرات في الأسبوع يكون عامل وهم جدا في تقليل نسبة حدوث أمراض القلب بإضافة لذلك التدخين فنسبة المدخنين زادت كثيرا في السنوات الأخيرة واللي هو من أهم العوامل التي تؤدي لزيادة أمراض القلب والسمنة الزائدة طبعا هذا عامل جدا مهم لأن المرضى السمان عادة ما يكون لديهم ارتفاع في السكر ارتفاع في الكليسترول صعوبة في حصول الضغط المناسب لهم فكل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة نسبة حدوث أمراض الشرايين اللي ما كانت مولودة في السابق نعم إذن استشارة أمراض القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحارس الوطني دكتور هيثم العنزي نحن نشكر لك الحقيقة هذه الرشدة القيمة ونتمنى لك الصحة والعافية شكرا جزيلا لك كنت معنا من الرياض وتظل الرياضة دائما تتردد في كل الأطباء اللي بنصدفهم في هذه الفقرة في هذا البرنامج هي كلمة تسير الرياضة المشي الحركة إلى ما ذلك وفي كل حركة بركة لذلك نحن ندعوكم دوما للرياضة بس الرياضة مجعلة طريقة محمد سيف زميل محمد سيف دائما الرياضة عنده أرقام باع قميص واشترى قميص نشوف ريال مدريد باع قميص محمد سيف هذه المرة المركز العشر باريس انجرمع ومبيعات للقمصان بلغت ثلاثمائة وخمسة وثلاثين الف قميص السيدة العجوز في المركز التاسع ومبيعات للقمصان بلغت ثلاثمائة وخمسة وسبعين الف قميص المركز الثامن أولمبيك مارسليا ومبيعات للقمصان بلغت ثلاثمائة وخمسة وثمانين الف قميص ليفربول في المركز السابع ومبيعات للقمصان بلغت ثمانمائة وخمسة آلاف قميص الأرسنال في المركز السادس ومبيعات للقمصان بلغت 825 ألف قميص تشالسي ومبيعات للقمصان بلغت 875 ألف قميص العملاق البافاري في المركز الرابع ومبيعات للقمصان بلغت 945 ألف قميص بارشلونا في المركز الثالث ومبيعات للقمصان بلغت مليون ومئة وتسعين الف قميس منشستر يونايتد في المركز الثاني ومبيعات للقمصان بلغت مليونا واربعمائة وتسعين الف قميس وفي المركز الاول ريال مدريد برصيد مليونا وخمسمائة وثمانين الف قميس اذا تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج نتمنى لكم اوقات سعيدة دائما وصحة وعافية بمشيئة الله الى اللقاء اشتركوا في القناة